اشتباع يوسف وتمكينه ابتدأ من غيابة الجب وغاب في غياء أصلا اسمها غياء عجيب اسمه غيابة الجب يوسف عليه السلام كان في حالة غيبة هوية وانتقل إلى نوع آخر من الغيبة وهي غيبة الجب أو غيابة الجب كما عبر عنه القرآن الكريم وابتدأ دوره واشتباه ربه جل وعلا من غيابة الجب وهكذا الأمر مع الإمام المهدي في سرداب الغيبة فإذا كان سرداب الغيبة مدعاة للسخرية فغيابة الجب أيضا مدعاة هس أقلها سرداب الغيبة مكان لعيش البشر تدروه يعني السرداب مكان بارد جو يكون لطيف يعيش فيه الناس فيما مضى من الزمان باعتبار ما كان أكوساء اللي راحه وتكيفه وتبريده إلى آخره هو مكان معد لعيش الناس ما بيشي للسخرية يعني أما الجب مو مكان لعيش الناس ويوسف شاءت عظمة الله أن يبتدأ دوره من غيابة الجب فأين الإشكال في سرداب الغيبة؟ ما الفرق بين سرداب الغيبة وغيابة الجب؟ أنا أسأل يوسف اجتباه ربه ومكنه من غيابة الجب والطريف أنه غاب في الجب حتى عن أبيه أبوه كان يبحث عنه ومر قريبا من الجب وما اكتشفه غاب في الجب حتى عن أبيه إذن وين؟ زيلا لما غاب في الجب كان موجود أو ما موجود هو موجود لكنه غائب هكذا إمام زماننا سلام الله يقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه في غيابة الجب وأوحينا إليه ابتدأ الاشتباء والاصطفاء والمكنة وإلى آخرين ثم غيبة أخرى بسم الله الرحمن الرحيم هذه من بعد غيابة الجب وشروه بثمن بخس دراهم معدودة قالوا لولا غيبته واستتاره وخفاؤه وعدم معرفته من قبل من اشتروه هل يشترونه بدراهم معدودة؟ أو أنهم يشترونه بملك الدنيا؟ أو هو يشتريهم؟ أو يشتريهم؟ ما كانوا يعرفونه؟ ولهذا شروه بدراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين السبب ما كانوا يعرفونه؟ لأنه كان غائبا عنه مع وجوده يرونه ولا يعرفونه؟ هذا معنى الغيبة وهكذا إمام زماننا نراه ويرانا سلام الله عليه ولكننا لا نعرفه أنه ولم كان ما حدث مع الذين اشتروا يوسف لو كانوا يعرفونه أنه يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي لما اشتروه بثمن بخس وكانوا فيه من الزاهدين؟ لهو اشتراه لكنه كان غائبا عنهم ولهذا اشتروه بثمن بخس ثم أن يوسف عليه السلام بقي غائبا عن إخوته عن الذين اشتروه ثم أنه غاب غيبة أخرى في قصر العزيز ما كانوا يعرفونه أنه نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي وبقي غائبا حتى قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه ولو كانوا يعرفونه يدعوه إلى ما دعوه إليه لكنه كان غائب عنهم ولهذا دعته زليخة إلى ما دعته ثم انتقل إلى غيبة أخرى من بعد كل أنواع الغيبة التي مارسها يوسف فأضاف لها غيبة أخرى وهي غيبة السجن يعني شون غيابة الجب غيبة المقام غيبة أضف إليها غيبة السجن غيابة السجن كغيابة الجب هكذا أقول وفي السجن كان غيبة مقام وغيبة عن الناس باعتباره كان في طامورة تحت الأرض غائب عن الناس مع أنه يريد إصلاح الناس لكنه كان غائبا في سجنه ويصلح الناس ولهذا يقولك ما وجوده مع غيبتي الغيبة لا تشكل عائقا بين الغائب وبين أداء دوره كيوسف يوسف كان غائب مقام وغائب سجن وغائب جب وغائب قصر العزيز وغائب لكنه كان يؤدي دوره على أحسن ما يكون الغيبة ما تشكل عائق أمام أداء الدور حتى تقولي ما فائدته اشتركوا في القناة